مع إطلاق أمانة عمان رسائلها الإرشادية والتوعوية للمواطنين وللتجار بشكل خاص قبل دخول فصل الشتاء الذي سبب العام الماضي بأضرار مادية فادحة تضاربت آراء التجار بين من يرى هذه الرسائل حبرا على ورق ولا تجدي نفعا ومن يرى أنها واجب مشترك للحد من السيول التي تهدد بضائعهم كل عام ما شفنا إشي من مرة إجوا سووا بالمكانس فوق السطح الميل منهل وظلوا رايح قيم هاي حط هاي نظفوهم بالمكانس وظلوا رايح أنا بهمني التحت البنية التحتية اللي بتهمني ما بهمني البنية السطحية البنية التحتية إذا غير قد فاضت علي المي مبارع تفجر الشارع تفجير تفجرت الشوارع لما إجوا اشتغلوا عندنا كانت أول شيء مسكره نعم صحيح لما إجينا وشفنا طلعوا قلابات حوالي 20-30 قلاب من شارع قريش وفتحنا وشفنا العبرات شفنا كل إشي نعم وظلوا من العشرة بالليل للصبوع هم يشتغلوا أجوا نظفوا المناهل الشوية بالساعة الزمان وعليها لليوم ما شفنا إشي تاني شو ما نساوبنا نفتح مناهل إحنا ولا نفتح مجاري هذه وظيفة أمانة عمان أمانة عمان تعتبر الرسائل التوعوية أداة تجعل التاجر شريكا بتحمل المسؤولية لاستقبال الموسم المطري المقبل عبر تفقد مضخات المياه الغاطسة في الطوابق والمحال التجارية التي تقع تحت مستوى الشارع لتخلي مسؤوليتها من الإجراءات الاحترازية وفقا لخطة الأمانة التي جهزت من خلالها البنية التحتية لاستقبال فصل الشتاء موضوع وسط البلد وموضوع التوعية الإعلامية لأطلقتها أمانة عمان مؤخرا هي من أهم المواضيع التي يحمن ركز عليها المواطن هو شريك لأمانة عمان وللمؤسسات الحكومية لغاية در الخطر عنهم والأمانة أصدرت عدة نشرات بهذا الخصوص من أهمها التوعية الإعلامية بخصوص التعامل مع دخول فصل الشتاء قطة أمانة عمان هي محورين المحور الأول هو تجهيز البنية التحتية من كافة النواحي البنية التحتية نحكي عنها مناهل عبرات صندوقية ومبوبية ومشاكل من تنظيف هذه المناهل عمدار ثلاث أشهر سابقة مسؤولية مشتركة واستعدادات من جميع الأطراف لاستقبال فصل الخير الذي يقف على الأبواب أما النتائج القادمة ستكون لسان الحال ليكشف عن جدارة هذه التحضيرات وكفاءتها